ونكمل مع بعض أخبارنا متنوعة والمراضي بقى من عند نادي فاركو اقتنص نادي فاركو فوز مهم على حساب ضيفه امبي بنتيجة 1-0 مساء اليوم في جولة التسعة للدوري المصري الممتاز سجل هدف المباراة الوحيد أحمد عبد العزيز مودي مدافع فاركو في الديئة 67 من عمر اللقاء من ضرب الجزاء وفاركو بقى كده سقر من هزمته أمام امبي بثنائية في بطولة كأس الربطة رفع فاركو رصيده بقيادة مدربه مجدي عبد العاطي إلى 15 نقطة متقدما للمركز الخامس في جدول الترتيب الدوري وتجمد رصيد امبي بقيادة مدربه حلمي طولان عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر يغيب أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلي عن فريقه لمدة أسبوع بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية حسو قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال استبعاد من قائمة بمواجهة يوتشر في بطولة الدوري المصري الممتاز ويخضع اللاعب الفترة اللي جاية بقى كده لبرنامج علاجي خلال الأيام القادمة علشان يقدر يكون جاهز للقاءات اللي جاية يكون طبعا تحت إشراف طبيب الفريق والعودة بعد كده لمشاركة في تدريبات الجامعية ويبدأ ياخد في اللقاءات واحدة واحدة وعلى ذكر البنك الأهلي فالبنك الأهلي في المركز الثامن في الجدول برصيد 11 نقطة بعد الهزيمة الأخيرة الأمام نادي سموحها بهدفين ولسه هيقدر يكمل الفترة الجاية وهو من الأندية القوية وعندهم فريق بشكل كويس جدا خلونا نكمل كلامنا ونروح للأخبار العالمية والنهاردة في مباريات دور الزهاب دور 16 بطولة دوري أبطال أوروبا البطولة المحببة لكل الجماعية الناس كلها بتتفرج بتشوف بقى يعني أباطرة القرات وميلعبوا أفضل الفرق وهم بيتنفسوا على بطل البطولة مين هيكون بطل دوري أبطال أوروبا وفي حظوص بقى كتير جدا لأكتر من نادي مثلا منشوستر سيتي عنده حظوص كتيرة جدا وكبيرة جدا وهي يذهب ويروح بالبطولة لأرقام بعيدة جدا جدا بعد ما هو قدر يفوز بخماسية على سبورت انجليش بونا مساء أمس وذكرت شابكة أوبتا للأحصائيات إن منشوستر سيتي تفوق على 13 فريق حتى الآن يعني عمل شغله كويس جدا وانتصارات جيدة جدا ووصل أهدافه لمتين هدف في تاريخ دوري الأبطال لكن سيتي تفوق عليهم حيث سجل أهدافهم يعني هو تفوق على 13 فريق من حيث الأهداف بمتين هدف ولكن تفوق فقط عن طريق الأهداف خلال 97 مباراة فقط بتاريخ مشاركته بدوري أبطال أوروبا أرقام كبيرة جدا 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 يعني سيتي من الأندلة بتسجل مش هدف 2 بتسجل 4 أو 5 فدائما نرصدها في التسجيل كبير جدا في آخر بطولة دي تحديدا كمان كشف التقارير كده صحفية في أسبانيا النهاردة يوم الأربع عن نجم الفرنسي كلانين بابي طبعا كل الناس مبارح قعدة مركزة على ماتش باريت سانجمان وريل مدريد واللقاء اللي كان فيه قوة جامدة جدا مدريد ما ظهرش بالقوة الهجومية الجايدة بيلعب في ملعب باريت سانجمان بيلعبه في فرنسا ولكن يعني ما بقاش فيه الكلام ده لكن ريل مدريد كان متراجع شوية قوة هجومية كانت قوية جدا 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 ولعيبة طبعا أسماء كبيرة جدا مع باريت سانجمان ولقاء كان فيه فرص كتير ضاعة من البي اي اي جي يعني ضايعه قرات كتير وقرات سهلة ممكن تسجل ميسي أهضر راكل الجزاء في توقيت يعني كان ممكن يغير الماتش تماما نزول النيمار ادى للماتش حلاوة أكتر ومطعة أكتر وبدأنا نشوف كرات أسرع وتحس ان فيه كيميا لسه ما زالت بين ميسي ونيمار ولكن السيست من نيمار يديه لنبابي في الديئة 93 خلاص ماتش قلنا 0-0 وكده شكل بي اي جي هيشوف مشاكل ويشوف طريقة مختلفة في اسبانيا بقى ما يروح رايل مدريد في ملعبها ولكن بمهارة فردية عظيمة جدا نبابي يعدي من واحد والتاني ويحطها بين أخدام كرتوة بصراحة هدف جميل جدا جدا ولكن كانوا يستحقوا لهدف ده صراحة عم البداية كانوا أفضل في اللقاء وكان ممكن يسجلوا أكتر من هدف نروح بقى لفكرة مبابي خلوك يا جماعة مبابي ده كان ممكن يكون دلوقتي أصلا بيلعب مع ريال مدريد هو ريال مدريد كان عايز ينهي عقد مبابي بنهاية الموسم أو في الانتقالات الصيفية اللي فاتي كان عايز يكون معاه لكن الموضوع بقى ماشي معاه لو عاي يكون معاه في نهاية الموسم ده ليه بقول في نهاية الموسم ده أن عقد مبابي هيخلص مع بريسا نجمان في نهاية الموسم الحالي واللعب رفض كل محاولات التجديد كل المحاولات أي فكرة طب نقعد نتكلم طب فيه فلوس مش عارف إيه طب هنعمل كذا أي محاولة مبابي رفضها وهو الشكل وخلاص حابب يكون موجود مع ريال مدريد في الفترة اللي جاية أكيد هيكون خسارة كبيرة جدا لعب واعد بقوة كبيرة جدا مبابي يعني ظهر بشكل كبير جدا 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 هل يا ترى هيروح ريال مدريد بكل الصحف وكل أخبار بتقول كده ولكن أخبار كتير جدا تقولك ريال مدريد ريال مدريد وخبر بينهم كده يقولك ممكن يروح ليفر بول طب يا جماعة هيروح ليفر بول ولا ريال مدريد الموضوع لسه يعني مش مؤكد ولكن النسبة الأكبر أنه هيكون موجود مع المرينجي في ريال مدريد هنشوف هيكون موجود على حساب مين وفين وازاي أكيد نتمنى الأفضل لي يعني لعب يمتلك مهارات عالية جدا 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 كلها عدة شهور ونعرف اللعب هيكون موجود مع أنه فريد